ثالثا هناك شخص يسمع الآخرين تسجيلا صوتيا لرسالة صوتية هي في الحقيقة من زوجته إليه وهذه الرسالة تتحدث فيها هذه الزوجة لزوجها عما كانت تفعله من فاحشة إنها قوادة مهمة من قوادات الخطابيين في لندن هذا الساقط يسمع هذه الرسالة الصوتية التي هي من زوجته إليه حيث تتحدث فيها عن نشاطها وهي تعمل قوادة عند الخطابيين وهذا موضوع عريض واسع لا أريد أن أدخل في لكنه يقول للذين يسمعهم هذا التسجيل من أن أصل الصوت هو صوتي أنا ولكنني فبركته فجعلته بصوت زوجته لا أريد أن أعلق كثيرا على هذا الكلام ولكنني أقول للحمير الذين صدقوه إذا كان الأمر هكذا لماذا لا يرفع دعوان لماذا لا يقدم شكوى للقضاء البريطاني هو في بريطانيا وزوجته بريطانية وأنا أيضا موجود في بريطانيا لماذا لا يرفع شكوى لأن التحقيق لو فتح سيثبت أن الصوت صوت زوجته ومن أن الرسالة الصوتية صدرت من جهازها التليفوني ووصلت إلى جهازه التليفوني وهو يعلم هذا علم اليقين لكن أناسا في الأجواء التي أعيش فيها يريدون أن يصدقوا أي شيء يقال عني لا أعبأ بهذا لكنني أقول لهؤلاء الحمير الذين يصدقون هناك أجهزة الموبايل إذا ما فتح التحقيق فسيأخذ جهاز زوجته وجهازه التليفوني وأجهزة ولديه لأن أمهما قد أرسلت الرسالة نفسها لولديها لو افترضت أن هذه الرسالة قد حذفت من أجهزة الموبايل إنها تحذف في ظاهر الجهاز كما يقولون في العلوم المعاصرة ليس هناك من موت رقمي المعلومات الرقمية لا تموت المتخصصون يستطيعون أن يخرجوا هذه المعلومات من الأجهزة حتى لو حذفت المعلومات وهناك شركة الاتصالات فعندها داتا للمعلومات إذا ما فتح التحقيق سيذهبون إلى داتا المعلومات لدى شركة الاتصالات وسيعرف من أين خرجت هذه الرسالة الصوتية من أي تليفون وإلى أي تليفون ذهبت وهناك بصمة الصوت هناك أجهزة تكشف بصمة الصوت وهناك تطبيقات وبرمجيات الإلكترونية تفعل على أجهزة الكمبيوتر لكشف بصمة الصوت فكل متحدث حتى لو أراد أن يغير صوته تبقى بصمة الصوت موجودة هناك أساليب كشف الفبركة من خلال حساب عدد الأنفاس وطريقة التلفظ بالحروف والتلفظ بالكلمات هذه أمور علمية ثابتة حتى لو تدخل الذكاء الإصطناعي في الفبركة فهناك الإمكانية لكشف الفبركة في مواطن تدخل الذكاء الإصطناعي فضلاً عن الشهود والتحقيق مع الأشخاص وهذا موضوع كبير أنا لست مهتماً بما يفعله هؤلاء الساقطون ولست مهتماً بهؤلاء الحمير الذين يصدقون هذا الكلام لكنني أجيب على أسئلتكم فقط ولا أريد أن أتحدث أكثر من ذلك إلا إذا اختضت الضرورة فإنني أمتلك من التسجيلات الصوتية ومن الفيديوات ومن الشهود ممن يملكون الاستعداد الكامل أن يتكلموا عبر الإعلام أو في شاحة القضاء ترجمة نانسي قنقر